السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا في كل مكان عملين اي ربك ونبخي وحشتونا او من الفيديو اللي فات للفيديو ده الاول كده نصلى عنادي نشترك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو احنا ننزله او اي عاجة نعملها توصل لكم النهاردة كده معنا روتين طبعا اليوم ده لمكنتش موجودة في البيت فجيت من بره لقيت رانا ما شاء الله يعني عاملة روتين ومصوراه فيعني قد ترخرها يعني بصراحة يعني جيت لقيتها عاملة كل حاجة كده ومروقة ومن الضفة المكان اللي احنا بنقعد فيه كده ويعني مسورة روتين كده فجيت بتقولي بتوريني اتلاقي رأيك يا ماما في الروتين ده تنزلي قلت لها اه يا رانا كويس هاتننزل عشان نحفز آآ البانانيت اللي قدت كده يقوموا يساعدوا امهاتهم كده ويعملوا اه روتينات حلوة كده الماما ويتعلموا مني كنت يا رانا كده ومتشاطرة ويه اه بتعملي لي كده كل حاجة حلوة طيب اه 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 قامت رانا بقى اه عملت ايه وانا مش موجودة زي ما انتو شايفين كده ده مكان دي يعني زي اسمي غرفة المعيشة بتاعتنا دي بقى اللي احنا ايه اه المكان ده دايما احنا بنقعد في دي الصالة بتاعتنا دايما احنا بنقعد في المكان ده وبنكل في المكان ده ونشكو يعني كل حاجة بنعملها في المكان ده فده المكان ده دايما هو اللي يعني ايه دايما بالرواء وكده اه رانا روقته بقى على اجنع ايه. ادرت بصراحة يعني هي كان كان عندها اجازة من الامتحانات بتاعت نص السنة بقى كانت امتحنت واخدت اسبوع اجازة وكده فراح اتقالت اقوم اصور لماما فيديو كزا. صورت رانا الفيديو وعملت الروتين ده عشان تشجع البنات اللي قدها تقوم وتروق يعني وتنظف كده زيها. البنات الشطار زي رانا. اه لو وصلت معي لغاية انا كده ما تجريش الفيديو اه انا عايزة الفيديو ده يعني تفجروا لايكات عشان خاطر رانا اه وتشجعوها كده وتقولها شطرة يا رانا ان انتي بتساعديني وكمان عشان احنا كده لما عندنا اه بيبي صغير فا يعني انا والله بصراحة مش بعرف اعمل بنت صغيرة حاجة خالص. اه فرا يعني ربنا يا بارك له يعني بتساعد يعني بتساعديني في البيت يعني معظم الحاجات هي بتعملها. حتى لو عندها درس بتروح الداتسة بتيجي برضو لو في حاجة في البيت يعني بتعمل بتعنيها. بس كده اللي شجعوها بقى وهتقولها لايكات كتير. ولو مش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة ويفعلوا زر الجرس عشان نوصل للعشر تلاف فاقرب احنا عندنا يعني فضل لنا حاجات بسيطة جدا. فضل لنا حاجات بسيطة جدا يعني والله لو كل واحد يتفرج على الفيديو بتاعنا وعنده تليفون زيادة في البيت واشترك لنا منه. بامر الله هنوصل للعشر تلاف ونفرح. وتفرحوا معانا يا رب بوصلنا للعشر تلاف. عبالي يا رب لما نوصل مية الف وناخد الدرع ان شاء الله. آآ بازن الله كده بمساعدتكو لنا وبعد فضل ربنا علينا. ان شاء الله بامر الله هناخد الدرع. وقناتنا بازن الله هتكبر. وتبقى كويسة ان شاء الله. آآ طيب رانا انا قامت كده نفضت الانتريه اللي هي هو الفرش بتاع الانتريه كده. وزبطيته. وفرشت الكنبة دي اللي انا عاملها سرير لكريم. كنت قلت لكم قبل كده ان انا عامل الكنبة دي. آآ سرير لكريم. لان احنا الشقة بتاعتنا اللي احنا آآ قاعدين فيها دي. قطين وصالة. فطبعا في القوضة بتاعتي والقوضة آآ التانية آآ اللي فيها سرير لرانا وعثنين. آآ كريم طبعا يعني عشان هو كبير وما ينفعش ينام في نفس القوضة اللي فيها رانا فعمل له كده ايه? الكنبة اللي انتو شايفينها دي يعني في الصالة كده زي ما انتو شايفين كده عاملها له سرير هنا كده كريم بنام عليها. آآ بس فهي هي صبطت الانتري كده وفرشت الكنبة اللي هي عاملينها السرير لكريم. آآ يعني هنا كده الكنبة دي من طول ما نقاعدة يعني وحنا قاعدين كده بالنهار دايما آآ يعني آآ بن نايم آآ بن نايم كيانة على آآ على الكنبة دي. او بنقاعدها عالكنبة دي على طول يعني. آآ فرانا كده بتوضب لها الفرشة بتاعتها بتطالها مخدتها وبطنيتها كده وحاجتها بتطالة كده عشان يعني بترتبها لها عالكنبة يعني. آآ آآ وهتنفض الكراسي كده وتزبطها. اهو زي ما انتم شايفين كده. وآآ بتكون نسبقة الارض وبتروى كده يعني لو في اي حاجة تاني بتعملها. وخلاص. احنا يعني عشان مكان صغير ويعني مكان دايق فن بياخدش وقت في الترويق ولا حاجة. آآ يعني ما بيغلبش في الترويق ولا حاجة يعني. آآ مرانا بتعملها آآ في ثواني يعني ما بتاخدش منها وقت. او انا كمان لما بكون يعني آآ آآ بتكون آآ قط و نايمة. آآ بعمل آآ بروقها كده ما بتاخدش اي دقايق يعني. وقتر خيرها يعني رانا على قد ما بتعرف بتعمل يعني يعني رانا برضو لسه صغيرة ف يعني قطر خير يعني في بنات قد ما بتعملش حاجة خالص. لكن بال بالعكس اي والله بتعمل كل حاجة. آآ حتى بس يعني لو واكل برضو وهي بتعرف تعملو هتعملو. انا ولا انا اقول لها اعملي كزا وحطي كزا على كزا تروح تعملي يعني. بس هي النهاردة يعني ايه آآ قصد اليوم ده فاجئتني كده بالروتين الجميل اللي عملته رح تعمل الشقة كلها بقى بس مردش يتصور القوض عندنا عشان يعني احنا عندنا آآ هي احراج التصور لان احنا يعني آآ عندنا عندنا بتاعنا كده يعني الدلاب بتاع توقع وكده فهي قالت لأ انا مش هصور القوض عشان الدلاب هيطلع في القوض وكده في التصوير وكده فلأ خليني انا اصور برا المكان اللي احنا بنقعد فيه. قلت له هكتر خريك يا رانا اي اي حاجة تعمليها آآ تشكري عليها. وكمان حبيت انازل الفيديو بتاعها علشان البنات اللي قدها يتشجعوا كده ويقوم يساعدوا مماطهم ويبقوا شطار كده وحالوين زي رانا. آآ اهو بسوا يعني هي يعني رانا آآ بتحب بتركتب يعني كده. وهو يعني آآ الحمد لله رب العالمين واحنا الحمد لله كده آآ ردين بعيشتنا البسيطة وآآ آآ امكانياتنا البسيطة اللي على قدنا احنا الحمد لله مبسطين بيها وردين بيها اهم حاجة في الدنيا الستر من عند ربنا بالدنيا كلها والله. بسوق الستر ده يعني آآ الحمد لله ربنا نعم علينا بالستر آآ يعني دي اهم حاجة. اهم حاجة ستر ربنا. واحنا الحمد لله مصدرين والحمد لله رب العالمين. آآ بسوا. والله العظيم واللي ما عندهاش بنت ما تستهل ضفر بنت تقسم بالله. ده يعني بسوا الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليهم انه هم الوانسات الغاليات. وفعلا والله هم البنات حنانين جدا. وخاصة آآ البنت لما تكون يعني آآ بتكون حنانين على بابها اكتر. وحيت ربنا اكتر من الولد. يعني انا يعني انا الحمد لله رب العالمين آآ عندي رانا آآ بتحب بابها جدا. في يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم سماهم الوانسات الغاليات. يعني اللي ما عندهاش بنت تقسم بالله ما تساوي حتى آآ آآ عايز اقول لك يعني ان انت ربنا يكرمك ويديك بنت لان هي البنت فعلا سند لامها والله العظيم. سند لامها بجد يعني ان رانا عندي رانا آآ آآ ان هو هيسد مكاني او هتاخد بالها من البيت او هتاخد بالها من اخوتها او كده يعني. ولحد هنا كده الفيديو بتاعنا خدس. يا رب الفيديو بتاعنا يعجبكو. شوفوا شوفوا عرفوا ان شاء الله.